في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل يظهر ثلاثة شبان تونسيين يرددون أغنية ساخرة بلحن أغنية كارتون أطفال شهير ينتقدون في الأغنية معاملة الشرطة التونسية واعتقالات الشباب الكثير استناداً لقانون استهلاك المخدرات في تونس عتقل شبان منهم وهما طالبان بمدينة نابلة التونسية بتهمة الإثاءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومية وقف الطالبان وأثير مع إعلان إيدعيهم السجن جدل واسع على منصات التواصل استنكر فيه المتفاعلون ما اعتبروه تضييقاً على الحريات وتهديداً لكل من ينتقد الشرطة وطلبوا بإطلاق صراح الشبين والإفراج عنهما تفاعلاً مع ذلك غيرت العديد من الحسابات التونسية على فيسبوك صورتها الشخصية لصورة تظهر الشبان الثلاثة الذين أدوا الأغنية مع صورة الشخصية الكرتونية فيما تداول كثيرنا صورة الشخصية الكرتونية وهي حزينة خلف أسوار السجن تحت ضغط مواقع التواصل خرج الرئيس التونسي قيس سعيد وقال في مقطع فيديو خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلة أبودن إنه لا يتدخل في القضاء لكنه لا يرى مبرراً لاعتقال الشبين ثم بعد ساعات من تصريح رئيس التونسي أطلق صراح الشبين التونسيين ترجمة نانسي قنقر